السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليكم وهذا الخبر العاجب الصدر يطرى عددا من المقترحات تخص سعر صرف الدولار فيما يخص سعر صرف الدولار نقترح بعض المقترحات من أجل أن لا يستمر ذلك أولا إيقاف تهريب العملة بقوة وحزم وكذا الفواتير المزور ثانيا النظر في أمر بعض البنوك مثل بنك الشرق الأوسط والقابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتعكمين بالعملة وبعض المصارف الأهلية الأخرى ثالثا استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فورا رابعا استدعاء وزير المالية تحت قبة البرلمان فورا خامسا تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرفي الدينار العراقي سادسا التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد